دشنت منظمة غدق للتنمية بمدينة طور الباحة بمحافظة لحجة توزيع أعلاف حيوانية مركزة على الأسر الفقيرة بتمويل من منظمة الأغذية والزراع للأمم المتحدة ويستفيد من المشروع الذي ينفذ ضمن مشروع دعم سبل المعيشة الزراعية الطارئ للأسر الأكثر ضعفا في اليمن 8500 أسرة بمدينة المضاربة ورأس العارة وطور الباحة وخلال التجشين أكد المستشار عبد الباصط المصفري استعداد السلطة المحلية في المدينة لتقديم كافة أشكال الدعم لأنشطة ومشاريع مختلف المنظمات الدولية وبدورها أوضح مدير منظمة غدق للتنمية نائف عبد الله أن عدد المستفيدين من المشروع يبلغ 8100 أسرة في حين تستفيد 400 أسرة من بذور البصل والبامي والفلفل بمدينتي المضاربة ورأس العارة وطور الباحة